اشتركوا في القناة دون الإخلال بأي نظام أو قانون دولي ينظم مثل تلك الإجراءات كما أكدت المنظمة أنه ليس لديها أي مخاوف بالنسبة للسلامة الجوية في الخليج العربي وذلك لامتلاك دول المقاطعة أجهزة ملاحية حديثة وقد أثنى عدد من ممثلي الدول على جهود الدول والأمان العامة خصوصا العاملين بالمكتب الإقليمي بالشرق الأوسط وطلبوا استمرار التعاون بين المكتب الإقليمي والدول المقاطعة من أجل ضمان السلامة الجوية فوق المياه الدولية بالخليج العربي